اشتركوا في القناة ما يشركوا بالله لكن عندهم فساد في اعتقادهم فاستباحوا دماء المسلمين وخرجوا على ولاتهم ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف من هو يعني يفسد اصل الدين وهو التوحيد فيشرك بالله عزل واتخذ من دونه اندادا واضح طيب انا اقول الان فكيف بحال عباد الاولياء اليوم الذين جمعوا بين ماذا وماذا بين الشرك بالله عزل باتخاذ بالولياء وبسفك دماء المسلمين كما يفعل من الخوارج يعني في عقائد دماء وافعالهم ظلمات بعضها فوق بعض مع اتخاذ بالاولياء وعبادهم من دون الله عزل وهذا الشرك يخرجون من الولايات الاسلام كذاك هم معتدون يسفكون دماء المسلمين الابرياء ما يتركوا لا اطفال ولا النساء ولا حتى بهيمة كل ذلك يدل على ماذا على حقدهم على الاسلام والمسلمين فلو كان عندهم اسلام صحيح ما فعلوا هذا بالمسلمين ولكن هكذا يفعلون ما تتجاوز به اليهود والنصارى نعم هذه حقيقة نسأل الله يكفي المسلمين شره نعم ترجمة نانسي قنقر